المجلس العالمي بحضور معالي الشيخ عبدالله من عيسى الخليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الاتحاد البحريني للسيارات وأعضاء المجلس العالمي لرياضة السيارات ورؤساء اللجان التابعة للاتحاد الدولي وفي بداية الاجتماع رب سيد محمد بن سليم عن شكره وامتنانه لمملكة البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال باستضافة اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات وقد تناول الاجتماع أزن مثل بطولات العالمية لرياضة الفورميلا ون وسباقات السيارات بالإضافة لاستعراض الاقتراحات ومناقشة عدد من القوانين والمستجدات في عالم رياضة السيارات البحرين ليس أول مرة هذه ثاني مرة نجتمع فيها للمجلس العالمي للسيارات لرياضة السيارات في البداية شكر لمملكة البحرين شكر الاتحاد البحريني على هذه الضيافة اليوم عندنا ملفات مهمة وليست شائكة ولكن الغرض من هذا أن بداية صفحة جديدة لرياضة السيارات ننتهي من اللي صارت العام الماضي سواء كانت الشاكل اللي صارت في سباق أبوظبي الجايزة الكبرى الحمد لله قاعدت مع لوست هاملتون وحلينا المشاكل قاعدنا مع الفرق والبداية إن شاء الله بتكون جيدة حقيقة يعني البحرين هي موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط أو في العالم أنا أعتبرها بالنسبة لي ولها مكانة خاصة وأنا أيضا سعيد أني أنضم إلى هذا المجلس إن شاء الله نقدر إحنا في هذا المجلس أن نقدر نخدم الرياضة ونقدم شيء إن شاء الله يليق بمكانتنا وبسمعتنا أنه إحنا نكون فعالين في مثل هذه المناصب أنا دائما أسعد في حضوري في البحرين ويعني دائما أشيد بالتنظيم الاحترافي في كل شيء سواء كان في السباق وفي مثل هذا المؤتمر وحنا الحقيقة تعلمنا منكم كثير في خلال السنوات الماضية